مرحبا بكم معي في كوزين سامرة رمضان مبارك كريم اللي يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباشمس منيتوا ان شاء الله وميسالي هات الشهر هذا حتى يكون ربير فعلنا هات الوباء هذا اليوم ان شاء الله نقدم لكم جلسة مروا وشوكولات ومبيحة الشوكولات قد يكون جلدية بزاعة لجنواز دينا كتشفافة وزعينة الجلسة حتى هو كيززوين ونريكم هذه الطريقة اللي يدرد على الدكوراسيون في هذه الحلوة دعكم معي بشوفوا المقادر والطريقة التحضير في هذه الحلوة ايدي نحتاج للجنواز ندرك فيها 5 بيتات 150 غرم ساندة 5 ملحة 50 غرم بودخ كاكاو وميسين غرم فارين نحاولو ديما اننا نضربو البيض يعني في زلافة ولا في شي حاجة اللي تكون بحديثها بتحصل لكانت بيضة خاسرة ما تخسرش لنا البيض كامل نديرو مع قبصة دي الملحة او ساندة نديرو باتدر ونحاولو نطلعو هات الميلانج هذا حتى يفحل الكريم بعد ما تلعينا هات الخالط هذا كانت توقفوه كمدون ديفوليه لفارين من الاسرار النجاح ديال لجنواز بان خصوم البودخ كاكاو خصوم يكون من نوعية جيدة وصير واحدة اخر اننا في التسخلات او في التحرك سنحركوا من اللزحة الفوق وغير بشوية حتى لا يتحصل لنا الخالط من نسبة ان نقدروا نضيرو الكاكاو مع الفاغين ونخلطوهم بعد نضيفوهم ماشي مشكلة كمدون ديما نحركو في نفس اللي تيجاه باش ما يتحصل لنا هات الخالط هذا كمدون نحركو حتى نحصلو على هات الخالط في حالكا ونتاكدو بانه ما كان يشدوك ليبول داخل كنجيبو لابلك كنديرو لابابي كويسون وكنفرغو فيها هاد الخالي ديال الجنواز كنتخنو الفران على مية وستين دراجة وكندخلو لجنواز ديالتنال ما بين عشرة حتى الخمستاش دقيقة بما تابت خصاة نشف بعد ما تابت لجنواز كنخرشوها كنخليوها تبرد شوية كنجيبو بابي كويسون وحدة اخر كنديرو عليها وكنقلبوها كنحيدو لابابي كويسون اللي تابت فيه كنحاولو نقلبوها كنجيبو كاتخ وكنديرو نقطعو فيها انا هنه غدي نستعمل تلاتيالتباقات ديال الجنواز انا كنستعمل هاد الغولو هادا كيفما كتعرفو هاد الكاتخ كيكونو شوية مادين وباش كيتقطعو مزيان كيعاوني شوية وانتما تقدروا تقطعو بطريقة اللي بغيتو قطعنا هاد جوز طبقات ما زالنا الثالثة قطعنا نجيبوهم متساويين باش نجيبوهم متساويين باش نجيبو القطع قطعنا القطع قطع قطعنا نجيبو كتصف قطعنا نجيبو bilik قطعنا نجيبو بطريقة التحضير من الصوف كما تصبح الكريم طبقات اللي بغيتو سميزط من نوع موس وشوكولاد و 25 سنتيليد مجرد لهم نظيف مني قبل كيف تشاهدون في الاب بوش انا سأعمل الاب بوش باش يجوني طبقات متساوين وهنا غادين بدون منطع كنديرو الطبقة الأولى ديال الجنواز كنديرو السيرو كمدون ديرو الكريم بالنسبة للسيرو انا عدرت هنا كاس ديال السكر ونصف كاس ديال الماء باش كي جيني عاقد كنحاولو نعمرو هذو الفارغاز ونخلي وحتى بلاسا خاوية هذيك الطبقة اللي فاعدو مخصوه هي اللي كنديروها الوسط كنسقيو بالسيرو كنحاولو نسقيوها مزيان باش مزيناش ناشفة كنزيدو طبقة اخرى ديال الكريم نزيدو الجنواز نسقيوها ونزيدو الطبقة الاخيرة ديال الكريم نحاولو فات المرحلة هذي نديرو الكريم بزايد هذي هي اللي غنفعني وبيعها نقضوها بلا سباتول نحيدو ذاك الشيلي زايد وكندخلو للكونجالاتور تبرد من الاحسن ان ندخلوها للكاملة وفي يوم ما بين ربعه ولا كنا زرباني ما بين ربعه ما بين ربعه تلسات سويع خصاص برد مزيان ندوذو الجلاساج بنسبة للجلاساج نحتاجو الـ 200 غرام ديال الشوكولات شوكولات كوفيرتور مع القادية الزبدة 200 غرام ديال السكار و125 سنتيلي تخديل الماء نديرو الشوكولات نديروه مع الماء ونزيدو عليه ساندة نسبة للشوكولات نديرو غير 100 غرام ديال الساندة نديروه 200 غرام كاملة نديروها ثلاثة المكونات يغلو فوق البوطة حتى يغلو مزيان على نار مهيلة وحتى يدوب ديال الشوكولات ويتجانز هات الخالط تخليو فوق النار ما بين 15 حتى ل 20 دقيقة المهم على نار مهيلة بثاف بعد مغللينا الخالط يبغافو غير لابريانس في الغلاسج ديالنا نزيدو عليه معلقة الزبدة كيولي على هات الشكل هادا نصفوه باش نتأكدو بانه مفيش ليبول مفيش ليبول مفيش ديكروما اللي غيقدر يخسرو لنا القارطو ديالنا كنصفوه ونجدوه برد ضروري برد عاد كنستعملوه كنخرجو لغاتو ديالنا من الكونجيلاتور كنحاولو نسخنو هكا شوية بريكا ولكن شليمو من الاحسن كنحاولو نزولو هات الكاتر هادا نغرب شوية باش ميتخسروش لنا دوك الجوانيب بانسوخ كنكونو ديجا حاتين غري وشيلاتا باش ان داك اللي غلاساج يهبط كنديرو فوقو الغلاساج وكنخليوه شوية شدراسة وندوزو نشوفو لديكوراسيون كيفاش غنديرو لها نسبة لها ديكوراسيون كنستعملو مية جرام ديالشكلات بيت كندوز بواف باماري كنديروها كنقيتات كنهزوها ديك البلاستيكة كنهزوها شوية عاد كنديرو من تحتها درولو هادا باش يعطينا ديكلا فوم شوية دايرة كيفما كتشوفو على هات شكل باش ديالشكلات كنهزوها بتطاقة كنديرو تحتها ديالشكلات كنديرو فيها شوية كنديروها شوية كنديروها شوية كنديروها شوية برد من باعته كندستعملوها بعد ماش تلي نلقاته في طلاجة كنخرجوه كنحاولو ندكوروه بيزبالت زين كيبقى لحسب الاختيار انا اختارت هاد الزين هادا اللي كيجيه لشكل وردة سافيو كنحطوه في هاد اللي في هادو باش كتجيه ذاك الوريدة الوسط كيف ما كتشوفو هاد هي النتيجة النهائية دي القطو ديالنا راه كيجي يزوين سيقوني كيجي لديد بزاف خفيف كيجي زعمة اكتر من رائع كانتمنى انكم تجربوه وكانتمنى ان هاد القطو هادا هاد الوصفة هادية تكون لتنال اعجاب ديالكم إلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي شاركوا معايا فلاشان وديروا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالي شكرا بزاف على تتبع ديالكم وإلى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله